يعني دايماً أبتو ديته بفكر على طول في الشغل وبفكر على طول في العالم كله من أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية واللاتينية عجبني يا كابتان أحمد أول ما قريت الخبر عجبني جداً فكرة إنه كابتان أحمد ناجي واحد من أساطير تدريب حراسة المرمى في مصر لما يبدأ يخش في فكرة إنه إزاي بقى يطلع شباب يطلع حراس مرمى شباب لما قريت الخبر بتاع المهمة إن شاء الله اللي تكون جديدة لحضرتك فيه النادي الأهلي كمهمة إشراف على حراس مرمى شباب وبحسب معلوماتي أنه هيبقى إن شاء الله مشروع كبير هل الخطوة دي إن شاء الله أنت كنت مستنيها أنت كنت شايفها أنت كنت شايفها في هذه المرحلة أنت بتتكلم في واحد مرة على فرق كبيرة ومنتخبات كبيرة وكل شيء كنت مستني بقى يبقى ليك دور آخر مع حراس مرمى شباب يعني صدقني لو قلت لك إنه ده أهم مرحلة في حياتي لو نادي إن شاء الله ياخد القرار رسمي قرار رسمي إن شاء الله كمان هستمتع بالعمل مع اثنين من الناس اللي أنا بحبهم جداً طبعاً كابتن خلت بيب وكابتن بدر راجب طبعاً وحاسس إن دي فترة هتبقى في حياتي مهمة جداً لأنه هو تحدي كبير جداً إنه يعني تخطط أو تـ يعني كل الحاجات اللي أنا شفتها في حياتي مثلاً روحت اللامسية وعادت فيها فترة طوية سي برشلونة طبعاً طبعاً وفي آيكس وفي بلاد تانية كتير وفي لامينجو روحت في لامينجو برازيلي طبعاً وشفت قديه هم أويرنج جداً بكل تفاصيل الصناعة يعني إحنا لسه برضو في موضوع الصناعة ده بنتكلم كلام بس أيوه ما فيش خطوات يعني طبعاً موضوعات فردية يعني زي معناك قلت كده لكن النادي الأهلي حقيقي بيفكر بشكل مختلف وفي تطوير بشكل دائم يعني المسألة تروح في السكة دي سكة إنه يبقى في احتراف حقيقي هو موجود طبعاً في النادي الأهلي لكن بنحاول يبقى أحسن مش عايب يعني نقول النادي الأهلي لو هو بيعمل الحلو فنقول إنه يعمل الأحسن كمان فهي دي الفكرة وإن شاء الله محتاجة شوية وقت طبعاً يعني طبعاً كل فكرة بتبقى بتخش حيز التنفيذ بتحتاج وقت شوية عشان يعني الانتاج بتاعها بقى يظهر بقى ده موجود أكبر يا كابتن أحمد يعني أنا تصور إن انت لما تشتغل يومياً مع حراس مرمى فريق ما فهوم انت بتشتغل مع حراس مرمى كبار بخبراتك الكبيرة هتغفت تتعامل معهم لكن انت هنا بتتعامل مع شباب يعني فكرة التكوين فكرة الإدارة بتاعت المشروع دوت أمور أصعب بكتير خلي بالك أنا بدأت كده يعني أنا عشر سنين في قطاع الناشئين في نادي الأهلي طبعاً طبعاً يعني من تسعة وتسعين لألفين وأنا في القطاع يعني بأشرف إن أنا يعني ساعدت ناس كتير يعني في القطاع أمير عبد الحميد وفعوزي وأحمد عدل عبد المنعم وشريف إكرامي ومحمد الشناو وكل دول كانوا في القطاع صحية يعني ما حصلش إنه إنه خمسة ستة سبعة حراس وغيرهم طبعاً لعب بره النادي الأهلي كانوا موجودين في القطاع طبعاً هدف كبير إنه إنه القطاع يعمل قاعدة كويسة وهو فعلاً لو شفت برده دلوقتي حالياً فيه طالع من القطاع خمات رائعة زي حمز علاء وطبعاً مصطفى شوبير قبلهم ومصطفى مخلوف وحراس تاني المنتخبات الشباب يعني القطاع شغاله بينتج فالمسئولية طبعاً إنه يعني يبقى الانتاج فيه غزارة إن شاء الله فيه كواليتي فيه التحديث لنظم التدريب للمدربين نعم أنا هنا هوقف عند فكرة إنه دايماً يقول إنه عندنا حراس مرمى كويسين على مستوى الدولي المصري ومستوى منتخبات مصر المختلفة بس ما عندناش الحارس اللي يلعب في فريق أوروبي كبير اللي فريق عالمي إيه اللي ناقص اللي عندنا؟ برضو أنا بعاول على الماركتنج شوية يعني لو كان السوق تفتح بدري وطبعا الحراس دي كانت تقدر جدا يعني أنا دايما مثلا أضرب مثلا بأبو بكر باري يعني ده حارس ما يتقارنش بحراس عندنا يعني أقل منهم كتير ده في الدور البلجيكي عشر اتناشر سنة فلأ يعني وبعدين إحنا عندنا طبعا آفة لما حد ييجي يطلب مننا حاجة فنضرب بقى خمسة مليون وسبعة مليون وعشر مليون عايز ميت مليون دولار في المغرب وتونس والجزائر وغانا والكاميرون والسنغال ومالي اللعبة دي بتطلع خمسين ألف دولار وستين ألف دولار لكن الإنكمب اللي جاي بعد كده بقى من يعني الرسيل بيبقى حاجة عظيمة جدا بلص إنه هو بيتكون في مناخ كبير ومناخ احترافي بس حرج وبييجي منتخبات بلادهم بيبالسكوات مثلا في ميت لعيب محترف طبعا إحنا سابعة تمانية دوبك فرصة